شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مباحثاتهم مع نظيره الصربية تؤكد التطلع المشترك للبلدين لاستمرار البناء على زخم العلاقات الثنائية أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذه التطلعات تعكس الطفرة التي شهدتها وطيرة التعاون في مختلف المجالات أن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك للإستمرار البناء على الزخم الذي تشهدوا العلاقات الثنائية في أعقاب زيارته إلى بلدكم الصديق في عام 2022 حيث عكست الحفاوة التي حظيت بها من فخامتكم والطفرة التي شهدتها وطيرة التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في أعقابها وجود إيمان مشترك بأمية واضح أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة بين مصر وسربيا كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم لا سياما اتفاقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معادلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لاليات التعاون السنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفكاري بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لا سياما في قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المهلمات ترجمة نانسي قنقر